السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع ايام جديد في قناتي فنون طبخ مع سنة الفاسية. اغبرت عليكم هاد سيمانة هادي. سمحولي كنعتادر الظروف الشخصية. ان شاء الله باذن الله هاد الافيديو التالي ديالا كومون ديالي. يالا كومون راهم شات. الدوامة لها. ولكن ما زال ما كملت لكم انا الفيديو. ان شاء الله باذن الله في هاد في هاد الفيديو غادي نوريكم طريقة الطاهي ديال الحلوة دلوز وكعب غزال. وكيفاش كيفاش زينت داك جوش كيلات ديال ديال الحلوة دلوز اللي كيجي الصراحة للمنظر وللمدق رائع رائع البنات. وهناك اسرار ونصائح بزاف باش كاتلع لكم هاد الحلوة دلوز وللطياب ديال كعب غزال باش كيجيكم صامت وكتجيكم داك العجينة صامتة على العقدة. اه تفرجوا من الفيديو من الول تالي باش تستفدو ان شاء الله باذن الله. دبا ان شاء الله باذننا نخليكم مع الطريقة والمقادر. يا بسم الله على بركات الله بنسبة لهاد العرش هادا مبعد ما طيبته انتم ما شوفوا البنات مبعد ما طيبته تفقى دك التفليحات اللي حتو. اه ديما الحلوة دلوز ولا كعب غزال كان طيبوها في الفران كي يكون بارد. كان دخلوها بارد حتى كتتحمرنا وكتتخدك التحميرها اللي بغينا. هنا يا عندي الناباج. هنا عندي اه اللوز ايفيلي. اللي ضروري كان اه كان نحاول كان هرمشوها بسبعاني على هاد الشكل. في هاد شكل هاد ضروري خصنا نكونو مهرمشينو. من بعد ما خرجتها من الفران صخونة البنات كان دهنها بالنباج. على هاد الشكل. وهي صخونة باش كيتبتنا وكيقبطنا دك النباج وكيبقى كيبري. كان دهنها لبنات مجميع الجوانب. كان اه كان حاول كان اه كان وضع لها اللوز ايفي لاغي من جيهة وحدة على هاد الشكل. كان زينها. كان جي واحد اه المنظر صارحة رائع فيها. صافي? كان قلقي كان قلقي كان قلقي الحبات كاملة اللي عندي على هاد الشكلها البنات. كان دهنهم بالنباج وهما سخانين وخا شويش را كي ضرورنا في الدن ولكن ضروري هما سخانين باش كيتبتنا وكيقبطنا ذاك الناباج مزيان عليهم على هاد الشكل ولي ما بغاش يدير اللوز افلي يدير كوكو افلي. اه اه تاوا دعما تاوا كي يزجي لديدهم زيان ولكن هاد اللوز افلي راني حمرته من قبل. ضروري باش تحمروه شويش من قبل. لسا فيدا بغا نستمر هاكا حتى نكمل الكيمية كاملة اللي عندي وغادي ندخلهم الفران. هو 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 طفيت عليه ولكن هو سخون كنخليه واحد عشر دقايق على ما كيتبت فيهم ذاك الناباج وكنخرجوه. بالنسبة للشكل التالي هو مازال سخون را كي يحرقني في الدية انتو ما كي كي يجي شكل رائع وكاتجي داك العقدة كاتجي داك العجينة صامتة على العقدة صافيته هو كندهنه بنفس الشكل الشكل الاول بالناباج من جميع الجوانيب على هاد الشكل البنات ضروري باش الدهنه هو سخون هادي راها النصيحة باش كيتبت لنا فيهم ذاك ذاك الناباج وكي يبقى كي يبري وخامعة فيش حال يبقى على برة ما كيوقع له اتشي حاجة. عندي بالنسبة للزين عندي هنا يا هاد الحبيبات هادو هاد العقيقات اللي في ضوغي عندكم الاختيار بالنسبة للزين انتو ما البنات تهو غادي نستمر غادي نكملو كامل وغادي ندخلو تهو الفران هو الفران بحرط فيت عليها مازال سخون كندخلوهم الفران كنخلوهم واحد لمدة عشرة تبقى يقع لما كيسمت عليهم ذاك اه ذاك النباج انتو ما البنات من بعد ما خرجتهم زينتهم وضعتهم في ذاك في ذاك الكويرتات ومدورين كويرتات هاك على هكا كوحل باش كي يبينونا الحلوة انتو ما البنات كتجي رائعة وكيتجي واداك كتجي المعرائعة صراحة لف المنظر ولا المضاق كتجي خطير على البنات كنصحكون باش تجربون هاتشكيلة ترا هم ساهلين ماهلين يعني ما كيقبطو لك شو واحد لوقت ديال الخدمة اه صافي البنات وبالنسبة للشكل التاني تهو على هاتشكل سوا منين خرجتو درتهم في الكويرتات ما درتهم شو كويرتات طوال ديرهم فلن احسن في الكويرتات مندورين اه كييجي المنظر ديالهم حسن الكويرتات الطوال ما كييجيبو لهم شو المنظر ديالهم زوين هكا على هاتشكل هكا البنات كييجيو خطيرين صراحة في المنظر من كي تستفل بلاتو كييجي روعة 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 البنات اه كنصحكم البنات صراحة باش تجربوا هاتشكيلات اللي صراحة ساهلين ماهلين بالنسبة اللي مبتادي اتيم كلهم يصوبوهم وكيجيش صراحة الشكيل ديالهم رائع دبا بالنسبة لكعب غزال خديثة هنا يا واحد جوج معاها كبار ديال الزب داروري من النوعية الجيدة باش كتعطينا البنة والماضاق للكعب غزال كندوبها عليها ديشكل فوق النار حتى كييزول منها داك 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 الحليب اللي كيكون فيها ما تخليوهاش هالبنات حتى تبدلون ديالها لا غير كتشوفوها بانها كتبق بق شويش يا غير كنت تحسو بان داك الما ما بقاش فيها على هاد الشكل هكا البنات كنبقوا نحركوها ما تخليوهاش تبدلون ديالها صافي على هاد الشكل وغادي نبدأ ان شاء الله ندهن بها كعب غزال ما تخليوهاش هالبنات كنزيد ناكد ما تخليوهاش تبدلون ديالها وضروري الزبدا تكون من النوعية الجيدة من كتشوفوها دارت هاد الكشكوشة هكا من فوق عارفو بان نرى هالما ما بقاش فيها ربقات غير غير دهون ديالها على هاد شكلها البنات كنزولو ذاك الكشكوشة اللي من الفوق ضروري البنات باش تزولو من هادك الماء باش ما تضيع لكم ش كعب غزال ديالكم صافي كنخليوها كتبرد واحد شويش على هاد الشكل هانتما البنات كتشوفو بانها غير بقات فيها غير دهون كنزيد ناكد زبدا خصتا تكون من نوعية الجيدة باش كتعطي مادة رائع ولديد للكعب غزال هادا هو كعب غزال ديالنا من بعد ما بيتو جوج دليلاتها البنات كتبقوا تضربوا عليه وكتسمعوا ذاك التقرميشة ديالو يعني كتسمت ذاك العجينة فوق ذاك العقدات وما شكل كيجي رائع ومبهج وبرستيج يعني بالنسبة لدك لدك النقشرة سهل مبتدي اتراني وبينتو لكم في الفيديو اللي قبل منه بطريقة طريقة جد مبساطة يعني ضروري اه علاش علاش من علاش من نقشوش ونزينو كعب غزال ديالنا يعني بوحد طريقة سهلة صافي دا با كان ناخد ذاك الزبيدة ديالي ولي كم قا ندهن بها ذاك كعب غزال من جميع الجوانب البنات على هاد الشكل كتدهنوهم زيان البنات على هاد الشكل كنستمرو كندهنوه كلو ما تنسوش البنات بانا نيراني داير الزبدا في في الورقة وداير الزبدا في العقدة ودا با كان ندهنو بالزبدا لان ذاك زبدا هي اللي كتفتيه وكتعطيه ذاك ذاك اللون الذهبي اللي كان بغيو حنايا صافي كان ستمر على هاد الشكل وانا كان ندهنو واخا ابني غا تدخلوه الفرانة تشوفوا بانا هو طلق الزبدا ديالو ما تخافوش منو را ما حدو كيطب هو كيشرب ذاك ذاك الزبدا وذاك الزبدا هي اللي كتعلي الكوكو تعطيه البنا لداخل اشتركوا في القناة بعدها البنات ما دهنتو على الشكل ستفتو في اللاطة ديالي انتو ما كاتشوفوا ما دهنتو مجميع الجوانب كان ندخلو اللاطة كان ندخلو الفران عفوا الفران اللي بارد كان زيدنا اكد ديما لالحلوات اللوز ولا كعب غزال ضروري خصص الفران يكون بارد باش ما كاتتبوقناش داك العجينة وكيجينة شكل ديالو رائع صافي دبا ان شاء الله باذن الله غدي ندخلو ندخلو الفران اه كان نخلي النار تحت منو حتى كيددهبنا شويش وكان هبطوه لتحت غيش شويش خسكم تحضيوها البنات هدا هو كعب غزال ديالنا اللي كيجي مدهب رائع على البنات الصراحة انتم ما كاتشوفوا باناغي مدهب من تحت ما محروقش خصو يكون على هاد الشكل يعني كيكون هو مبيض ما كيجيش داك التحميرا ديالو اللي كتجي داك التحميرا على هاد الشكل كيجي البنات كيجي الصراحة رائع وخاطر في المنظر ديالو هدا هما البنات اه شكيلات اللي صوبت هاد النهار ديالوز وكعب غزال اللي زينتهم كنتمنى البنات اللي عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليها بجيم وشاهدو الفيديو هات ديالي وبرتاجيهم على اهل والاحباب لكي تعمل فائدة وبالنسبة للبنات جدا دي مازال ما اشتركوا في القناة ديالي اشتركوا لان القناة ديالي غنية بنصائح ولا في الطبخ ولا في الحلويات وغضي يستفدوا ان شاء الله بنسبة المبتدئات ولا البنات اللي كيبغيوا يروح بحرفة في دارهم لما لا انتوما البنات كتشوفوك عبغزال ديالي من بعد ما بعد ما استفتو انتوما كيف كيجي الصراحة رائع وراقي هدا وكعب غزال الفاسي اللي تعلمتو لمن اه من جداتي ولا 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 ماما جداتي الله يرحمها ولا ماما الله يخليها لي انتوما كيجي هاد الشكيل كيجيته هو رائع وخاطر يلا البنات خليتكم على خير وشكرا على تتبع ديالكم وتجيعتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة